هذه الآية يا جماعة اللي تشوفونها في صورة الكاف نمر عليها بشكل أسبوعي تقريبا لكن من منا وقف معها وقف التدبر لاحظ الله يقول ووضع الكتاب الله أكبر هذا الكتاب هو كتابي وكتابك أخي أختي الكريمة من الذي وضع الكتاب هم الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى يا جماعة هذا موقف من أعجب المواقف يوم القيامة وعلى طار يوم القيامة من أعظم أسباب زيادة الإيمان عند الإنسان التفكر في يوم القيامة لذلك يا جماعة أغلب القرآن لو تأملت وقلبت في صفحات القرآن لا تخلو صفحة إلا وذكر الله فيها يوم القيامة ويوم الحساب فلف يوم القيامة ذكرت في القرآن 65 مرة لعظم هذا اليوم هذا بس فقط لف يوم القيامة غير يوم الحساب والحاقة والواقعة والقارعة والصاخة والتغاب فنرجع يا جماعة للكتاب فمن مشاهد يوم القيامة هذا الكتاب سينشر يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شر فلا تلومنا إلا نفسك ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء اقرأ كتابك الله أنصفنا لما قال اقرأ كتابك فهذا الكتاب هو كتابك أنت فالله يقول اقرأ كتابك نعم كتابك أنت أنت اللي ألفته أنت اللي خطيته بأفعالك بجوارحك بأقوالك كتابك أنت اسأل نفسك هذا السؤال من أي الفريقين أنت؟ يوم القيامة ينقسمون الناس إلى قسمين كاهو الفريقين الفريق الأول ياخذ كتابه بيمينه الله يجعلنا منهم والفريق الثاني خسران ياخذه بشماله يعني سؤال متأخذ مرة أنت سألت نفسك فعلا أنا من ألي فريقين أنا أعمالي هل تهييني أني آخذ كتابه بيميني أو آخذه بالشمال حرصت أنا يا جماعة في هذه الفقرة أن ما نخرج عن القرآن والله أن القرآن أعظم موعظة وأعظم حقيقة رسالة لاحظوا جماعة هذا الفريق الأول فأما من أوتي كتابه بيمينه هذا فاز وأفلح فيقول ها هو مقرأوا كتابي شوف ماسك كتاب يمينه فيقول ها هو مقرأوا كتابي أنت بك تتخيل فرحة الطالب لما ينجح ويجيب الدرجات العالية فرحة لا شك أنها عظيمة يوريها الأبوه يوريها الأمه يوريها الأخوانه الجماعة أخوياه هو فرحان بالدرجات شوفوا درجات يشوفوا كم جبت هذا بالضبط رح يحصل يوم القيامة رح نلقى الآية في آية ثانية تدل على هذا الكلام أنه يروح للناس مبسوط ومستانس هنا تأمل معي هذه الآية لاحظ لما أخذ كتابه بيمينه هنا هذه الآية وينقلب إلى أهله مسرورا لا تلمونه يا جماعة زين هذا اللي تعف في الدنيا وحافظ على حسناته واخذ كتابه بيمينه وش مصيره؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يكفئهم سبحانه وتعالى ثم يقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية على ما قدمتموه من أعمال صالحة وهذا الفريق الثاني اللي ياخذ كتابه بشماله الله لا يجعلني جماعة منهم شوف لاحظ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كأنة القاضية ما أغنى عني مالية؟ ما تنفعك؟ لو معك ما القارون؟ هلك عني سلطاني المنصب والجاه؟ ثم يغضب الرب سبحانه وتعالى آه يا جماعة والله إن كلمة قوية لما يقول الله الملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة انذروها سبعون ذراعا فاسلكوا وش الجريمة اللي سواها حتى يستعقل هذا العذاب؟ تقولون ليش يا جماعة هنا الجواب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا اللي أنا أقوله يا جماعة ما عنده إيمان حقيقي أن هناك بعث وأن هناك كتاب فهو ما أخذ راحته بالذنوب والمعاصية الآن ندم إيمانه بالله ضعيف لازم يكون إيماننا بالله وبالبعث والنشور والكتاب والميزان لازم يكون إيماننا فيه جماعة قوي جدا هذا الشيء راح نشوف وراح نشاهد يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين شوف عندهم خوف عندهم قلق من إيش ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني مما فيه هذا الكتاب خايفين يعرفون هذا الكتاب وش فيه مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا شوف يا هلاكنا يا حسرتنا تخيل المشهد يوم القيام وهم يصحون يا ويلتنا يا ويلتنا شوف يدعون على أنفسهم بالويل والثبور ما لهذا الكتاب اللي هو كتاب وكتابك زين وش فيه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة شوف لاحظ الله جل وعلا في هذه الآية بدأ بالصغيرة شوف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لذلك لا تنظر لصغر المعصية لا تقول والله معصية صغيرة ما تظر لا لا ولكن انظر من عصيت وعلى من تجرأت بعض الناس يستهين بالذنوب الصغير يقول يا أخي ذنب صغير ما يظر وعادي ولا تتشدد لا لا ترى الصغير هذا موجود في الكتاب قبل كبيرة فتلقى بعضهم يستهين بالنظر يستهين بسمع الموسيقى يستهين بالزقارة يستهين بغيرهم الأمور يقول يا أخي صغيرة لكن انتبه مثال توضيحي انت هذا قلبك الآن ترى قلبك ربع كيلو لحم فانت استهين تقول صغيرة وهذه ذنب وهذه ذنب صغير وهذه صغيرة وهذه ما تظر وهذه عادي والوضع عندك عادي معصية 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 هنا ومعصية ومعصية ونظرة غيبة نميمة نوم عن الصلاة عقوق والدين ترى قلبك ما يتحمل لأن العبد إذا أذرب ذنبا كما جاء في الحديث نكت في قلبه نكت سوداء شف نكت السوداء تصل لقلبك بعض الناس من كثر الذنوبة في قلبه تشوف عينه ما تدمع عينه ما تدمع ليش؟ لأن القلب قاسي خلاص من كثر الذنوبة خلاص ما عاد يخشع لي صلاته ودي يتأثر ودي يحس بطعم الصلاة ما يقدر يشوف جنبه واحد يبكي هو يوده يبكي ما يقدر يقول والله أنا أغلق رؤان ما أحس بطعم أسوي كذا ما أحس بطعم ليش؟ أنت تحتاج أمر واحد خلك ميت الحل أنا ودي يتأثر ودي يحس بطعم الصلاة الحل إذا استغفرت راح تذنوب من قلبك كل ما استغفرت فيليت جماعة إذا حنا فعلنا ذن فعلنا معصية طبعا صارت نقطة في قلبك كيف تبخرها كيف تمحيها بالاستغفار تروح فهالله الله يا جماعة بالاستغفار صدق إذا اشتهت ومسحت أي ذن في قلبك بالاستغفار والحسنات لأن الله يقول إن الحسنات يذهب من السيئات راح تحس بطعم العبادة هذا الكتاب مثل ما قلنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة شوف لاحظ إلا أحصاها مثبتة عليك يوم القيامة مستحيل أحد يقدر ينكر أو يجحد يوم القيامة ما تقدر تجحد لأن الله أحصاها والملائكة أحصوا عليك كل شيء سويته فاللي سويته في الدنيا تلقاه يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرة يعني تلقاه قدامك العمل اللي سويته إن خير أو شك لا يظلم ربك أحدا يعني لا ظلم اليوم يوم القيامة ما في ظلم لا 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 كل شيء مثبت عليك وانت اللي سويته لأن الله يقول في الحديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فالله ما يظلم سبحانه وتعالى يعني مستحيل الملائكين نسون شيء يعني ما حطوا لك حسنة أو حطوا لك سيئة بالغلط لا أبدا وإن عليكم لا حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله قال على الملائكة أو شيء إنهم حافظين يعني عندهم حفظ أبدا وأيضا كاتبين اللي تسويه على طول اكتبوه فدعونا يا جماعة من هذه الليلة نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى افتح نافذة نحتاج هذه النافذة فأبيك تنسى الماضي بخيره وشره خلاص ابدأ صفحة جديدة من هذه الليلة ومن تاب تاب الرأى عليه ما أبي أحد نام وهو مهموم لا استانس أمسط الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وانتهت فقرة الصبورة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وياكم وأتمنى من الجميع أن ينشروا الخير للغير بلغوا من تحبون بهذا الدرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة